اليوم سبحانك ربي الناس تدعو إلى الفتنة ويعني تشارك في الفتنة في القول والفعل والعياذ بالله والتشجيع وغيره بل المصيبة الأعظم مثل ما نسمع قالوا والآن اللي يعني يجب أن تخرجوا إلى شوارع مصر عشان تحركوا الشارع وترجعوا مرسي على الكرسي ويجب الخروج وهذا الخروج جهاد أرهى يا شيخ خروج وشعب وهذا مؤيد وهذا معارض كم قتل إلى الآن وإلى حقهم اللي حقهم جهاد واللي حق غيرهم نفاق مصيبة يعني سموا الأشياء بغير بغير اسمها يا شيخ هذا فتنة يا شيخ تأمر الناس تخرج بالشوارع وهذا ضد هذا وهذا ضد هذا وهذا يكسر وهذا يسوي مصاعد مصاعد فتن فتن عظيمة جدا ويقول لهذا هو الجهاد الذي يجب ومن مات منكم يقول فهو شهيد طيب يا أخي أنت نروح خليك تموت أول واحد شهيد احنا نبيلك أنت تكون الشهيد رقم واحد ليه ما يروح لا 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 هو جالس هنا أو جالس في الكويت أو جالس في بريطانيا أو جالس في الدنيا كلها ويقول للناس اخرجوا إلى شوارع إلى ميدان رابعة العدوية الآن يسمونه ميدان جبريل عرفتم ولا ما عرفتم وهذه مصيبة فالخروج واجب الخروج جهاد واللي يموت منكم شهيد طيب يا بسم الله أنت الطاعات فيها إيثار الطاعات ما فيها إيثار الشهادة أنت لازم تحرص أكثر مني على الشهادة تعال خليك تموت أنت الشهيد الأول وأنا وراك الثاني ما عندي مانا لا لا هو يبهو بعيد آمن في سر به في أهله ها بينهو النساء يمكن عنده أربع زوجات ها ويقول لأولاد المسلمين يقول أخرجوا وإذا متتم شهداء مصيبة نسأل الله العافية يا أخوان